عدد متزايد من القتلى ومئات الجرحة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب السواحل التركية في بحر إيجا قبالة إقليم إزمير ومنذ وقوع الزلزال لم تتوقف جهود فرق الإنقاذ لإزالة الكتل الخرسانية وأنقاض المباني التي دمرها الزلزال وأعلنت السلطات أن رجال الإنقاذ في إزمير تمكنوا من إنقاذ عدة أشخاص من تحت أنقاض نحو 20 مبنان انهارت في الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة وتسبب في موجات مد بحري كما أعقبته عدة هزات ارتدادية في الوقت نفسه حذر مسؤول هيئة إدارة الكوارث والطوارئ المواطنين من العودة إلى المباني المتضررة بسبب احتمال حدوث مزيد من الهزات وبات عدد كبير من العائلات في العراء ليلا بينما أقمت السلطات خياما في مناطق عديدة نظرا لخطورة العودة للمباني القديمة وشعر بالزلزال سكان إسطنبول كبرى المدن التركية لكن حاكمها أكد أنها لم تشهد أي أضرار بفعل الزلزال كما شعر سكان جزر في شرق اليونان بالزلزال القوي بالإضافة إلى جزيرة كريت في البحر المتوسط والعاصمة اليونانية أثينا وبعض أنحاء بلغاريا وحثت السلطات اليونانية سكان الجزر في المناطق الشرقية على الابتعاد عن السواحل وسط تحذيرات من أمواج مرتفعة ترجمة نانسي قنقر